مشاهدين المحترمين سلام الله عليكم أهلا بكم إلى السوديو الجزائر يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة البلاد طبعا موضوعنا اليوم الخطاب أو الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى الأمة شهدناها قبل قليل مجموعة من القرارات الهامة التي أعلن عنها الرئيس أولى القرارات هي حل المجلس الشعبي الوطني طبعا قال الرئيس نريد مجالس منتخبة تكون بعيدة عن الشبهات وتكون لسانة وعين المواطن على مختلف الأجهزة في الدولة الرئيس الجمهورية قال أنه انتقادات لمواطنين وحتى تقارير تصل له حول جملة من القطاعات هذه الانتقادات على المستوى المحلي وأيضا حتى على المستوى الحكومي قال أنه في أجل أقصاه 48 ساعة سيجري تغييرا تعديلا حكوميا ليشمل هذه القطاعات كما تحدث عن عفو رئاسي لمن تم اعتقالهم في بعض القضايا طبعا وقال أنه سيذهبون إلى بيوتهم وسيكونون مع عائلاتهم كما تحدث أيضا حول المجلس الأعلى للشباب وقال أنه سيتم الشروع في إعلان هيكل هذه المؤسسة قريبا كما تحدث عن جملة من القضايا داخليا وخارجيا القضايا الجزائر وترحيبها بالحوار الليبي الليبي وما أفضل عنه عن تفاهمات بإجراء انتخابات في شهر ديسمبر المقبل القضية الفلسطينية قال القضية مقدسة لا تغير في مواقف الجزائر حيالها القضية الصحراوية أيضا أن الجزائر تطلب باستقلال آخر مستعمرة في إفريقيا وأيضا حول الجهود السلمية في منطقة الساحل طبعا نقاط مهمة أسعد بأن أناقشها اليوم رفقة كل من الدكتور عامر خيلا العضو السابق في المجلس الدستوري طبعا وهو محامي ومحلل سياسي مساء الخير دكتور مرحبا وأيضا معنا الدكتور العيد زغدامي أستاذ إعلام بجامعة الجزائر أهلا بك دكتور زغدامي مساء الخير وشكونا على استضافة أهلا إذا أردنا أن نضع عنوانا لهذا الخطاب أو كلمة رئيس الأمة دكتور رخيلة ماذا تعطيها؟ والله هو تسبية معروفة يعني تقليد معروف قال خطاب للأمة حيث المحتوى السياسي للأمة هو لبنسبلية الغيابة الرئيس الجمهورية الخطاب هذا يفيد وكأنه في ما يعبر عنه بكونتروند الشعب يعني قال هاو الآن وش نفعلنا وش نعتزم القيام بها؟ هو في بداية كلمة أشار إلى هذه النقطة قال كان أني ألقي كلمة بمناسبة مرور سنة لكن حانت الظروف وهذا قبض الله نعم قال هاو الآن مخطط العمل رئيس الجمهورية بما يملكه من صلاحيات دستورية وما يمطرح من ملفات ملحة ملفات التي تستوجب تدخل رئيس الجمهورية ثم أنه إجابة رئيس الجمهورية على الانشغالات الموجودة في الشارع السياسي الجزائري وشارع بصفة عامة ولذلك أنا أقول بأنه هذه الكلمة يعاد التواصل بين الرئيس والمواطن بين الرئيس والقوى السياسية المنظمة لهذا المجتمع بين الرئيس والعالم مواقف خارجي بالضبط لأنه تأكيد على محددات السياسة الجزائرية الخارجية في الدبلوماسية الجزائرية عدنا محددات عدنا مبادئ أساسية مرسومة منه دو 62 ولذلك أنا ما ننتظرش تصريح آخر من رئيس الجمهورية هذه الحديث عن صفية الاستعمار في الصحة الغربية أو معاذرة الشعب الفلسطيني أو لجوء الحلول السلمية بالنسبة للأشيقاء فرقاء الأشيقاء في ليبيا أو مجارة في مالي وكون جزء من أفريقيا طبعا سوف نستعرض أهم النقاط في هذه الكلمة أول بأول لكن قبل هذا نفس السؤال الافتتاحي للدكتور زغلامي أهم ملاحظات عامة حول هذه الكلمة أولا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على استضافة تحية إليك أهلا بك زمنا عامر وكذلك التاقم عامل معك ومشاهدي قناة البلاد نظن رئيس الجمهورية كان غيب لمدة تقريب مئة يوم فكان فراغ رهيب لدى المواطن البسيط وغياب الصورة واليوم نظن إعادة تربط العلاقة بينه وبين المواطن من خلال توجوده وخطابه يحدث نوع من الإطمئنان هذا الجانب السيكولوجي والجانب الإعلامي الجانب الإعلامي الرسول أن الرسالة كانت واضحة الرسالة من خلال يتكلم بالإشارة يؤكده وبطبيعة الحال كان يتكلم عنده بطبيعة الحال الخطاب كان موجود وكذلك موجود أمام الشاشة الصغيرة فكان فيها بطبيعة الحال تنغم بين ما يقوله وما هو موجود على أرض الواقع بلاحظت أنه حاول يعطيه بعدا شعبيا يعني خاطب الشعب مباشرة امتداد شعبي يعني هو يربط حتما أنه في حاجة ماسة إلى عادة يعني ربط العلاقة مع شعب الجزائر العميقة بكل ما تحمله من طبيعة الحال من توجهات وغيرها بدأ بأولا بالحاصيلة لمدعم قال الحاصيلة نحاول أن نلتزم بما جاء في الحملة الانتخابية وما يعني جاء في الخطاب الخطاب بعد ما تسلم السلطة ولكن جاء حتى كورونا عفانا الله وعافى الجميع عرقلت الأمور ولكن ما رغم كل هذا ففيها بعض يعني بطبيعة الحال بعض الإنجازات ويعترف علني بوجود ارتباكات فيما يخص تعامل مع هذه وكذلك إخفاقات على المجتوى الاجتماعي وخاصة الاقتصادي الآن ننتظر إقلاع الاقتصادي طبعا حتى الآن ونحن نتحدث الآن على المباشر ستيذتي سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني المحل عبر عن شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي أعلن مساء اليوم الخميس عن قراره بحل المجلس وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة حسب ما ينص عليه الدستور وقال شنين في تغريدة على تويتر أتقدم بخالص عبارات التقدير والامتنان لسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لما لمسته منه من توجيه ودعم خلال فترة رئاسة للمجلس الشعبي الوطني وأدعو الله أن يوفقه في مواصلة مساري الإصلاح والتغيير طبعا كانت هذه كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين طبعا المجلس الذي أعلن رئيس الجمهورية أنه حل هو في الحقيقة ما تفضل به رئيس المجلس هو خطاب تقريب يكون شكر وودع في نفس الوقت لأن ضمن القرارات التي أتخذها رئيس الجمهورية في منع حل البرلمان وكذلك بديه أنه إطلاق صراح المعتقلين وغيرها من الإجرات التي كان ينتظرها العام والخاص يعني يقولها بكل صدق لأن لا يمكن بأي حمل الحوال أن نبدأ نجسد دستور جديد بنفس الطبقة السياسية التي كانت طبيعة الحالة تعبر على النظام البوتفلقي السائد فحتما هناك إجراءات وأكثر من هذا في قضية التعديل الحكومي يعني ربما لأننا راحنا لاحظنا على مستوى التقم الحكومي غياب فاضح لما يسمى بالانسجام الحكومي وانعدام التضامن بين الأعضاء فحتما بتصرفات بعض المسؤولين على مستوى بعض المزارات أثار سخط كبير لدى المواطنة سنتحدث حول هذه النقاط طبعا لكن الآن نبدأ بأول مقطع من كلمة رئيس الجمهورية التي وجهها للأمة مساء هذا اليوم قال نريد صلاحيات المنتخبين نريد أن نوسعها وباش نحاسبه يقول الرئيس مثل ما سنشاهد بعد قليل لازم برلمان بعيد كل البعد عن الشبهات ولهذا قال قررنا حل المجلس الشعب الوطني وسنمر مباشرة إلى انتخابات تشريعية نشاهد هذا المقطع ثم نعود للنقاش باش نحل المجلس الشعبي الوطني الحالي وسنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات لتكون خالية من المال سواء كان فاسد وغير فاسد تفتح بوابها للشباب وقلت أن الشباب باش يكون عنده دلعة ويكون عنده وزنه السياسي لازم يقتحم المؤسسات السياسية اقتحام المؤسسات السياسية يجيب تسجيع وبساعدة منها وقلت أن الشباب اليوم يبغي يكونوا أهل القرار السياسي في المجلس الشعبي الوطني وغير المجلس الشعبي حنا نساعدهم الحملة انتخابية نتكلفوا بجوز كبير منها وهذا كيفية نكونوا بدنا نغيره في الدم جديد بالنسبة للدولة وأجهزة الدولة والبرلمان هذا إن شاء الله هو يكون أعين ولسان الشعب صفة عامة لأنه ما يكونش عليه حتى تكونك حتى شكوك والبرلمان هذا سينتخب والمراقبة تكون من طرف الهيئة المستقلة إذن ما هوش لا رؤسة البلديات ولا السادة الولاة ولا اللي نظمها لانتخابات انتخابات نظمهم حال الهيئة المستقلة لمستقلة نسها بنسها حتى رئيس الجمهورين لا يقدرش الدخلين في خدمته كان هذا مقطع من كلمة رئيس الجمهورية بخصوص البرلمان دكتور عامر خيلل البرلمان هذا المحل الآن كان عب على الجميع عب على صورة الجزائر الجديدة شاهدنا ما دار حوله من نقاشات برلمان يعني عاثت فيه الشكار السياسية كثيرا برلمان عدد كبير من أعضائه أمام القضاء وأمام العدالة بتهم الفساد الآن قرار حل البرلمان ايه هذا قرار له تدايتي ونقول أنه قرار حل المجلس الشعب الوطني حتى نؤكد لأن القول بحل البرلمان معناها نجمدنا السلطة الشرعية تجميدا كاملا حل الغرفة فقط لأن البرلمان يتكون مغرفتين ضعف الجزائر يتكون مغرفتين وحل البرلمان بشكل له بآخر حل المجلس الشعبي الوطني إحالة مجلس الأمة البطرة لماذا؟ لأن مجلس الأمة طبقا للدور التعوف التشريعي عنده تشريع محدود جدا فيما يخص تنظيم المحلي ولكن باقي المشاريع القوانين إلا متوحال كده معنا بلمكاش تشريع منه جاي في انتظار تنصيب مجلس آخر راح ينعملوا المجلس الأمة كذلك يقود مريح ما عندوش نشاط أنا أنت راح سؤال سيد رئيس الجمهورية يملك الصلاحية دستورية أن يحل البرلمان ولكن حل المجلس الشعبي الوطني ولكن حل المجلس الشعبي الوطني في ظل عدم وجود قانون انتخابات الآن راح نمقبلين على انتخابات شريعية سند المدرجة وانتخابات شريعية إلا نجري انتخابات شريعية استنادا يمرر بأمر رئاسي لا 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 ما عليش ولكن رأوا قانون عضوي في الدستور قانون انتخابات رأوا قانون عضوي وقانون العضوي فيه إجراءات كثيرة وكثير من الفقهاء يتفقون بأن قواعد القانون العضوي بمثابة قواعد مكملة للدستور من حيث المكانة الدستورية من حيث المكانة القانونية في التدرجة القوانين قانون العضوي هو أسماء القوانين دعنا من هذا ما عليش هذا بالنسبة لي ملاحظة تقنية ومهمة جدا رئيس الجمهورية تكلم عن الحل قلت هذا صلاحيته ولكن تعلمنا اليوم حل برنامج حل السلطة حل مجلس شعبي الوطني ما حدثني أجل معينة لإجراء انتخابات السلطة المجلس الشعبي الوطني بمعنى أنه قد تكلمنا على مرسوم ولأن ننتظره منه غضوة يصدر مرسوم هو ربما كلمة هذه يعني يشير فيها إلى بعض القضايا باقتضاب هو قال بعدها مباشرة قال سنمر مباشرة يعني في أقرب الأجل القادمة كلمة المباشرة المباشرة معناها ما يليه ما يليه معناها ما يأتي بعدهم أنا أقول بأنه لحد ساعة مزان ما نشواجد الأسباب لخلات رئيس الجمهورية يلجأ إلى اتخاذ قرار لرحي يصدر في مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني كان في الإمكان الإعلان عن انتخابات مسبقة بقى المجلس يسير هذه ظروف الآن الجزائر كأي دولة في العالم ما نعرف المتغيرات وش يكون منها على يومين على عشرة على أسبوع على شعر على ثلاثة ولكن مدام رئيس الجمهورية مارس هذه الصلاحية أنا أتسأل مدام عندنا قانون انتخابات الآن إلا اللهم إذا كان نجري الانتخابات على أساس قانون الموروث اللي هو قانون 2016 إذا كان نجري على أساس قانون 2016 ما قدمنا ما أخرنا هو لما تحدث ثم أعرف أنه الهيئة المستقلة للانتخابات وصلاحيتها وتحييل الإدارة ودعم الشباب يعني المقصود هنا هو القانون الجديد يا أستاذ علي هذه فيما يخص السلطة الوطنية للانتخابات والأشراف والمراقبة والتنظيم هذه الانتخابات هذه فيما يخص العمليات اللاحقة بعد إصدار مرسوم السدعاء لأنها خيبة لك أنا الشريح أريد أن تقول رأيك خيارات موجودة في قانون في مسودة قانون للانتخابات في مقدمة هذه الخيارات هي خيار مسألة القائمة نمط الانتخابي القائمة الإسمية الآن إذا كانت تقول يصدروا بأوامر أول حاجة ما سيقوم لأن السيد رانيس جمهوري يتكلم من نهاية السنة نتهي من دسترة المؤسسات الموجودة يعني يجعلها مطابقة للدستور نعم رح نرجع لهذه الأمور التقنية دكتور عمر كلا دكتور عيد زغلامي هذا البرلمان وصورته ربما النشاز في الجزائر الجديدة حقيقة أنا لا أتفق اقترامي لموقفه لأنه دستوري وقانوني هو البعد السياسي هذا الأساس البعد السياسي فيخذ قرار حل البرلمان لأن بالنسبة للعام والخاص هذا البرلمان يشكل صورة بائسة للنظام البوتفليقي صورة الشكارة وبالتالي الامتصاص غضب بالشارع يأخذ بالموقف بغض النظر على ربما بعض الاختراقات التقنية والدستورية ولكن الربح السياسي هو أكثر من ما هو المتعلق بالجانب الدستوري لهذا أنا شخصيا أبارك هذا وأكثر من هذا كلمة المفروض كثير من الناس يقولوا كلمة المفروض يحل البرلمان منذ سنة لنجس بعد الحراك لأن متطلبات الحراك من بينها هو يعني طرق بالأحرى يعني إطلاق سبيل هذا البرلمان ولكن هذا يعني كانت فيها بعض المناورات من جهة أخرى ولكن في جميع الحالات القرار هذا يتوجه نحو يتجه نحو امتصاص غضب الشارع لأن بالنسبة لهذا البرلمان فاقدوا لكل شرعية وهذا صديقي العزيز في ذهنية المواطن أخي علي البرلمان يسوي الكادنا لا لين ما تنحل على نقطة هذا البرلمان ما تنحل يجيب 55 قانون المهم هو نحو صورة البؤس اللي عاش هذا البرلمان واللي فيها التلاعبات والناس كما تفضلت منذ قليل في الأحباس على قضية التلاعبات بالأصوات يظل أنت في ركب يصدد وضع حد لهذه الممارسات فالأمور التقنية والدستورية نتأقلم معها ولكن في جميع الحالات بحكم صلاحية الرئيس الجمهورية ينتهي الأمر ولكن نحن وقالها الرئيس الوقت يداهم هناك يقول نسم تعجل لماذا لأن ماذا وقع على المستوى السياسي في الجزائر تدخلات جنابية حراك وحتى الحراك تم اختلاق من أطراف أخرى هو يتكلم على الحراك المبارك الأصلي الأصيل بينما الآن أصوات أخرى والجو الجيو التراتيجي والأبني يتطلب مننا تقويت وتحصين الجبهة الداخلية يجب أن نبني مؤسسات شرعية هذا هو متقدش حول الأخرى أما ننتظر القوانين باحترامات الرئيس السابق ما سنجعل الدستور كان يدوس على الدستور ولا أحد يحطر فلهذا كلما هو المغزى في نهاية المطف هو إعادة أن الجزائر أن تنتخب يعني بطبيعة الحال طبقة سياسية جديدة ومجلس وطني شعبي يعني ما هو ممثل هو ممثل إلى الحقيقة الميدان هذا الأساس إما الأمور القانونية والدستورية أنا شخصين أعتبرها ثناوية ثناوية مقارة بالهدف النبيل لهذا تركينا في قضية الشباب شباب ما شباب لأنه شباب دائما كانت هناك الرواية الجزائرية في العهد السابق الحيتان الكبيرة البوم مليار وبوشكار وما إلى ذلك مع احترامنا اللي عندهم مليار بالطرق الحلال طبعا لكن كان المال السياسي الفاسد أنا ذاك يعني يعمل عمله الآن هذه ضمانات بالنسبة للشباب ترى فعلا راح تتجسد دفعا للشباب شوف أنا يمكن يقول أكثر مما تقولون وأضعاف مما تقولون عن الفساد وعن لا يمكن يقول كثير على هذه المؤسسات وما يشي في العهد هذه الموجودة فقط في عهدات سابقة وأنا من المنددين بها منذ أكثر من 20 سنة قال هذا الزاقريمو ألوي والانتخابات السورية وهذه التشكيلات التي لا تأسهل ولكن يا صديقي العيد حتى لم يبقوا في هذا الهجان بربما لأنه وقت الحصة محدود تتكلم على مؤسسات شرعية مؤسسات شرعية لا تبنى إلا باحترام الشرعية القائمة الشرعية القائمة لا لدينا دستور الشرعية القائمة لا لدينا نصوص قانونية هنا نبني مؤسسات شرعية أما إذا قلوا نبني مؤسسات شرعية وبالمنطقة التي تكلمت به هنا نحتر ولكن الجزء الأول مرتبط بالوقت رح الفاصل رح الفاصل ثم نواصل مشاهدين ساعة الجزء الأول عدنا مجددا مشاهدين الكرام السيديو الجزائر مستمر معكم عبر قناة البلاد طبعا موضوع اليوم كلمة رئيس الجمهورية التي وجهها الأمة مساء هذا اليوم وعلن فيها عن جملة من القرارات أهم القرارات كما تحدثنا في الجزء الأول قرار حل المجلس الشعبي الوطني طبعا القرار الثاني هو التعديل الحكومي الذي بدأ رئيس الجمهورية بالتمهيد حول إعلان هذا القرار بالحديث عن انتقادات هذه الانتقادات قال الرئيس أن المواطنون في الجزائر أبدوها حيال بعض القطاعات سواء في الأداء المحلي وأيضا حول الأداء الحكومي بخصوص الأداء الحكومي قال أنه في أجل أقصى 48 ساعة سيتم الإعلان عن تعديل حكومي يمس هذه القطاعات طبعا اليوم أعتقد أن جميع المزراء رهم في حالة أخذ ورد وحالة أسئلة حول هل قطاعنا هو معني بما قال الرئيس أم غير معني طبعا حتى نتحدث أكثر حول هذا الموضوع في هذا الجزء أعيد الترحيب بضيفي الكريمين الدكتور العيد زغلامي أستاذ الإعلان بجمعات الجزائر والدكتور عمر خيلة العضو السابق في المجلس الدستوري طبعا وأنت محامي ومحلل سياسي أهلا بك أهلا وسهلا مرحبا بك طبعا دكتور عمر خيلة نبدأ معك 48 ساعة تعديل حكوم الآن قال لك وصلت انتقادات لأخطأ يحاسم لا رئيس الجمهورية تعديل حكومي في أي وقت غير مقيد بأي شرط من الشرط طبعا أنا أقول كذا ماذا لأن النص الدستوري والنصوص المنظمة لدور رئيس الجمهورية في مسألة الحكومة له كل صلاحية يدير تعديل جزئي يدير تعديل عميق يدير كذا ما كان فيه مانع لا قانوني ولا دستوري تقول لي كذا قول لا الآن رئيس الجمهورية يملك صلاحية والشي اللي نأمل أن الحكومة رهي بين بلثقيلة حكومة ثقيلة والأداء الحكومي للأسف ما كانش في مستوى التطلعات اللي موجودة ما كانش في مستوى التحديات لا سيما على بعض القطاعات ذات صلة المباشرة بحياة المواطن ثم أنه هذا التدخل اللي موجود كذلك في صراحيات بين الوزير وكاتب الدولة ومندوب ولا غير هم منتسميات 48 عضو في الحكومة حكومة ثقيلة لأن كانية المالية تسمح بين 42 حق لكن يقول البعض هذه الحكومة ربما ليست محظوظة بالشكل الكافي جت في زمن الكورونا وزمن الصعيب لما نقول الكلام هذا هي تشكلت في وجود كورونا يعني كورونا كان في الإمكان معالج ما هو الدور تحق بالمجال نعيش وده ظاهرة كورونا واذا كانت تلعب لذلك إدارة تم إعلانها في جوم في فبري 2020 بدأت الكورونا لماذا كيفت مع الكورونا الحكومة كيفت مع الكورونا أنا بالنسبة لي في هذا الستوديو سبق لي وقلت بأن تشكيل حكومية بـ 42 وزير هذه حكومة ثقيلة والتداخل في الصلاحيات والتداخل في الاختصاصات بين مكونات الوزارة الواحدة التي فيها كاتب دولة وفيها نائب وزير طبعا سنشاهد ربما في هذا المقطع ضيوفنا الكرام مشاهدينا كيف مهد الرئيس لإعلانه عن التعديل الحكومي وماذا قال بخصوصه أنا عارف وسامع الانتقادات التي يبدأها المواطن عن حق بأن ربما النية حسنة ولكن التطبيق في الميدان ناقص سواء من السلطة المحلية أو من بعض قطاعات في الحكومة أنا نسامع النيدان وليد قررت من على 48 ساعة أقصاها يكون فيه تعديل حكومي سأعلن عليه غدا وبعد غد يشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر كذلك بنقص في تعديتها لمهمها وفي حل مشاكل المواطن طبعا رئيس الجمهورية كما استمعنا في هذا المقطع قال انتقادات وسمعت ووصلتني أصداء حول جملة من الانتقادات على المستوى المحلي وأيضا في مستوى الأداء الحكومي دكتور زغلامي وبالتالي سأعلن عن أجل أقصاها 48 ساعة سيتم إعلان عن تعديل حكومي حقيقة ما قاله الرئيس الجمهورية هو تجده بشكل وافير وبشكل واضح على مستوى الشبكات الاجتماعية يعني السلوكات تصرفات وممارسات بعض المؤسؤلين سأى كثيرا لصورة الجزائر النقطة التي حقيقة أنا أحس بنوع من اليأس والبؤس هو أن الإعلام على مستوى الجزائر على الإعلام الجزائري لم يقدم الصورة التي نرتقبها إعلام كثير من الرسميات تجاه الأساس تجاه الأمور الحقيقية وغياب تمام لإنشغالات المواطن ركزنا فقط ربما خليني أنا أمارس مهمة المحامي معاني المحامي دكتور أنا أمارس على الأقل هنا في تغطيات وحتى في نص نصرات الأخبار وحتى نص نصرات الأخبار التي خرجت منها بعد قبل قليل فيها الكثير من العودة إلى الحياة العميقة وإلى المجتمع الجزائري ومختلف المشاكل الاتصال عن طريق التليا برومبتار هذا نظن كان في وقت الحزب الواحد ليس جذرك فإذن هناك حقيقة تعتيم إعلامي في حق الجزائر لم نعطي صورة حقيقية لإنشغالات ركزنا كثير على الجوال بالحكومية والرسميات لكن الرئيس قال سمعت وشفت نعم الرئيس قال سمعت وشفت و بالتالي أنا أقدم بصفتي أنا مختص بالجانب الإعلامي النقطة هو الجانب الاجتماعي غلاء فاحش الشرائية هذا من جانب يعني فيما يخص المواطن البسيط أكثر من هذا كنا ننتظر قليل باسيس من الإقلاع الصناعي والاقتصادي لم يتم إلى حد لا نقلت في حصة ماضية تصور أحد الخلاع الاقتصادية في وقت يعني سبعينيات وثمانية من قرن الماضي مؤسسة أولادي عيسي تعالى للمنتجات الكهرومنزلية وعلى مستوى ودحميمين بقسنطينة وغيرها عين سمارة هذه كانت لمدة شهر أو شهرين كانت فيه إضراب تام في الوقت الذي نحن فيه حاجة مس إليه نقطة يريد أن يستبق الـ 48 ساعة ويعطينا التعديل الحكومي النقطة الأخرى هي قضية استقلالية القضاء ولسته هنا في الإساء إلى أحد أنا لا أريد أن يساءل القضاء الجزائري أريد أن القضاء الجزائري طبيعة الحال يقوم بقرارات باسم الشعب الجزائري ولكن قرارة عادلة لا أريد أن أسمع في انتظار هذا التعديل الحكوم نقطة التي نضيفها بطبيعة الحال هو بطبيعة الحال المتعلق بالعدالة الاجتماعية إلى حد الآن ما زالت ما يسمى وهذا اسم غير صحيح تمام مناطق الظل هي ليس مناطق الظل صديقي هي مناطق الغبني والبؤسي والفقر والتهميش هذا ليست الظل لا وأنا أريد منها وأنا أعبر أنا لست لأن أول مرة قال الرئيس بلي مناطق الظل كلهم يقولون مناطق الظل بل هي في الحقيقة هي مناطق التي لم تستفيد من ثروات التنمية فهناك إشكالات وطبيعة الحال النقطة التي أريد أن تفق معها مع أستاذه هي قضية ربعين وزير لا مش منطقي مش منطقي كان وزارات متفرعة يعني نعطيك مثال بسيط وليس ليس إلا أحد وزير مكلف بما يسمى بالانتقال تقاوي محتراماتي الأستاذ المشرف المسؤول على هذه كان على مستوى صونة القاز مثلا الانتقال تقاوي على مستوى وزارة التاقة الانتقال تقاوي إذن هناك لكن أنا ترى ربما أن نعود إلى قضية وقت الكورونا أن تكون في حكومة أن تكون وزير في زمن الكورونا بالعكس الذي لحدته في أكثر من هذا هو الغياب كما قلت الانسجام والتضامن الحكومي هذا كان غايم ثم طبيعة الحل الذي أتذكره هو تصريحات بعض الوزارة التي غير في محلها في بعض الحيان تصريحات استفزازية تحريضية سيارات حلم للجزائرية لا لا تقال كلام هذا إذن فهناك وكأن هذا الوزير لا أتكلم على الوزير كشخص لا أتكلم على السياسي لا يحترم عواطف وشعور المواطنين فلهذا نحن في الآن رئيس الجمهورية هدفه هو إعادة ثقة بينه ومؤسسات الدولة والمجتمع التي كان فيها شرخ واسع وشاسع وعميق نعم دكتور عمر خيلة قضية المحاسبة الآن وصلتني تقارير الأمور ليست على ما يرام في بعض القطاعات هناك نقأس كبيرة هناك فشل في التسيير ماذا يعطيك رسالة أشوف أنا عطفا على الشركة نقول في مناطق الضل هذه تأكد من المزلنا تابعين في إنتاج أدبيات سياسية وكذا المفهوم الآخر غير المفهوم الجزائري لزون دمبر لزون دمبر بالنسبة لإستان الجزائري كيف يقولون مناطقة الضل لا يتقاوش في التسميات مناطق الغبن مناطق الغبن مناطق النزيرية معلش لو كان في إنتاج لو كانت إنتاج وطالي بعد كانت تكون فيها عبارة أخرى أنت تسأل فيها سؤالك حول طاضية أنه نحن نشاهد نحن نراقب لا شوف السيد الرئيس الجمهورية في هذه رهو فيه لخطابه خطابه منذ أن كان في الحملاء الانتخابية خطابه بالنسبة لي مسألة المحاسبة مسألة المتابعة مسألة وجوب الشفافية في إدارة الشأن العام هذه مسؤولية رئيس الجمهورية مسؤولية رئيس الجمهورية أنه يلتزم التزامات أمام المجتمع بأنه حارب الجريمة الاقتصادية حارب خيانة الأمانة لأسندت المسؤولين ولذلك أنا أيد رئيس الجمهورية كمواطن أيد رئيس الجمهورية كما يقول تعبير على طول الخط فيما يقص الاستمرار في وجوب متابعة وبحث وكشف كل التلاعبات التي تمت ومست بخيرات الجزائر مست بالاقتصاد الاستحواذ على أموال الشعب الاستحواذ على خيرات الشعب هذا أنا بالنسبة لي رئيس الجمهورية سيقول بأننا عندي معطيات سيقول بأنه توصلني أصداء نأمل ذلك أنه في الوراشات التي أنا يتكلم عليها أنه تكون تتعمق هذا المسائل ولن يتأتى ذلك إلا بإطلاق يد العدالة في المتابعات والتحريات القضائية للتنقيط الأخلاق العامة لأنه لأسف لدينا أزمة أخلاقية ولمحاربة كل هذا العبث الموجود في المال العام وغياب الدولة بالنسبة لأنه المواطن الجزائري لما يشاهد بليه كي الناس يعبثوا بالمال العام وبعد ما كاشروا ضدفعي من السلطات المكلفة بمحاربة هذه الظواهر مع لها بالنسبة خياب تحدث في بداية هذه الكلمة حول بعث الاقتصاد الوطني بعد ربما نبدأ في طريقنا من تعافي من فيروس كورونا قال ينبغي أن نفتح ورشات حقيقية وأن تكون هناك ضخل نفس جديد ولروح جديدة في مختلف القطاعات يعني مثل ما يقال لمش قادر يروح من الآن المهم في كلمة هذه يفهم باللي منذ فيه تأكيد عن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في مواصلة عملية تنظيف للمؤسسات من هذه الطفليات التي عبثت فيها وهذا شيء يجد التفاف شعبي حول هكذا خطاب هكذا خطاب أنا على يقين بين المواطنين النزهر المواطنين الصادقين الواحدين سيتبفون حول هكذا خطاب لأن يمثل بالنسبة لهم التصدي لضوار السلبية لمجتمع أغراقتهم نعم دكتور ظنم هنا هو ركز كثير على ما يسمى بالمؤسسة الناشية الستارت وهي هنا في مجال التكنولوجية والرقميات نظن هذه القاطرة لإقلاع بالاقتصال الجزائري ما يسمى بالرقمنا نظن هذا أساس وهذا ملف مهم جدا أولا القضاء على البيروقراطية القضاء على الرشاوي وأكثر من هذا هو انطلاق جديد للاقتصاد وكانت نظن فيها لقاءات بين رئاسة الجمهورية وطبيعة الحال لكل المستثمرين والقطاع الاقتصادي إذن نحن نبعث من جديد ولكن نتحرر من المقاربات الكلاسيكية التقليدية البيروقراطية الإدارية هذا الذي يتغاء الاقتصاد الجزاري الاقتصاد الجزاري ما زال إلى حد الآن نتأسف نقوله اقتصاده نريعي بامتياز لم نحر الطاقة لم نحر الطاقة البشرية لم نعطي لم نعطي فرص لأصحاب المشاريع أن تتجسل على أرض الواقع وهنا هناك إلى حد الآن هو تحدث الرئيس حول هذه النقطة حديدا وخاطب الشباب قالهم عندكم مجموعة من المجالات مجموعة من القطاعات تنافسوا فيما بينكم هناك جهات ضد أي جهات يعني تضع بثقة لها البيروقراطية والرشوة يا أخي الأمر واضح أنا هنا تصل بالقضاء بالعدالة القضية مصبحتش مصبحتش قضية تسيير بالأصبحت هناك مقاومة ومعارضة من داخل السلطة الجزائية من داخل المؤسسات وهنا أنا لست هنا في البكاء على الأطلال الأطلال قال هذا السيد يعارض هناك العدالة وانتهى الأمر لا بد ننتقل بهذا الأمر عوض لكي نبكي ونشكي لا العدالة نعطي لها الحرية وهي لهنا لأننا نتكلم على ماذا نتكلم أخلاقة الحياة السياسية والعدالة نعطيها كل صالحية وكل حرية لأن تقوم بدورها طبعا مقطع آخر سنسمعه من كلمة رئيس الجمهورية في كلمته التي وجهها الأمة بعض المعتقالين في بعض القضايا وأن العفو الرئاسي الذي أعلنه بخصوصه لن رحنا مدامنا على لأمات فقط من إحياء ذكرى ثانية للحراك المبارك الأصيل أن أخذت قرار ومضيت مرسوم تعفو رئاسي لمجموعة من ناس معتقالين حوالي ثلاثين واحد حكم عليهم نهائيا ويصدر في حقهم عفو رئاسي و ناس أخرين لم يحكم عليهم بعد والله ما عاد في التحريات المجموعة بين 55 و60 فرد إن شاء الله يبتدان من هذه الليلة أو لغدا يلتحقون بعائلتهم طبعا كان هذا تصريح رئيس بخصوص العفو الرئاسي طبعا العفو الرئاسي موضوع قانوني والقانوني هنا اليوم هو الدكتور عمر خيلة كيف ترى هذا تصريح هذه النقطة هو من صلاحية رئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي بما فيها حتى العفو رئاسي الخاص الخاص معناها بمعنى أنه يكون فيه ما تكونش فيه أي متابعة ما تسجلش حتى العقوب أو فيما بعد ولكن لأنه نوعية الناس اللي رأي شملهم هذا القرار عندها طابع سياسي هذه في إطار وربطها السيد رئيس الجمهورية بمسألة الذكرى الثانية لحلول الحرك بمعنى أن هؤلاء الثلاثون اللي رأوا يتكلم عليهم رئيس الجمهورية ولا الخمسة وخمسين ولا ستين محسوبين على الحرك أو أنهم معتقلين في إطار نشاطهم في الحرك هنا الميز بين فئتين فئة تم إدنتها ورأي تقضيف العقوبة وهي ثلاثين واحد بين خمسة وخمسين ستين معنا ما زالوا في مرحلة تحقيق مزالوا في مرحلة تحريق لا وكل صراحية كذلك في أن يصدر بصفتهم تقرأة سياسية التهدئة هنا لا لا هذا بدون شك بدون شك لأنه من الأوراق التي توظف على مستوى بعض الدوائر داخل البلاد وبعض الدوائر الخارجية هي مسألة الكبت الحريات هي مسألة قمع المتظاهرين هي مسألة المتابعات القضائية والتشوية القضاء بالطريقة هذه متابعة القضائية لأشخاص بينما القضاء بينما القضاء دور دعو أنه كل من يخرب الرئيس لما تحدث ربط هذا بقضية الاحتفال بالذكرى الثانية للحراك المبارك الأصيل وش قرأتك في هذه الرسالة هذا وصف الحراك المبارك قصدي اختار هذه المناسبة لأنه معدهم علاقة هؤلاء الشباب حب يحسبهم على الحراك اللي هم محسوبين منه اللي هم تم اعتقالهم في إطار نشاط جمايري نشاط حراكي نشاط كذا ولذلك ربطهم بالحراك بمعنى محاولة تطمين أولا للمعنيين ثانية حاجة لأسرهم ثالث حاجة للحراك قالها أو الرئيس الجمهورية كآب للمجتمع دكتور زغدامي ما رأيك أعتقد اعتقالات التي مست أصحاب الرأي وغيرها ونشاط سياسية هي نقطة سوداء في النظام السياسي الجزائري لأنها وظيفة داخلين ووظيفة خارجيا شخصيا أنا ضد أي اعتقال للرأي ولأي موقف سياسي لكن الذي وقع هو في الدهنية المواطنة البسيط لما طرع المعتقل الرأي معليه نهب الملايير في نفس السجون لا ليس منطقي تماما فلهذا ونضع الإرهابي والذي نهب البلاد والذي أعطى رأيه في نفس الخندق هذا موقف هذا لا يشرف الجزائر لهذا حن الأول أن نعيد الاعتبار ورسالة سياسية لهذه العقود رسالة سياسية وواضحة حتى الذي يريد توظيف الحراك لأسباب أخرى فيقطع تحتهم كما يقول لك الحشيش ويسمح لإعادة الاعتبار إلى العمل السياسي ونخلي القضاء يتفرق للذي نهب البلاد والإكلاء الدنيا هذا الذي لازم يتقال إما أن نضع بفكرة برأي بموقف نضعه في السجن ونضعه في نفس الخانة أو في نفس الخندق الذي نهب البلاد وموارده هذا خطأ فادح لا يغطفر له ولكن رئيس الجمهورية تدارك ذلك وهو مشكور عليه وهذا طلب شعبي النس يعني ليس منطقي لأنه اكتب في الفيسبوك دخلوا الحبس والذي نهب ملايير 3 ألف 4 ألف مليار دينار يعني وأكثر من هذا الأموال كلها وضحها في أوروبا ونحن نبقى هنا حاصلين في الأمور هذه طبعا سنمر إلى فاصل ثم نناقش قضية المجلس الأعلى للشباب الذي أعلن رئيس الجمهورية عن الشروع في إعداد هيكله وأيضا في مجمل القضايا الدولية التي عبر الرئيس عن الموقف الرسمي للجزائر الاتفاقية في ليبيا وأيضا القضيتين الفلسطينية والصحراوية وحتى الوضع في الساحل فاصل ثم نواصل عدنا مجددا مشاهدين الكرام والسدو الجزائر مستمر معكم طبعا نقاشنا اليوم حول كلمة رئيس الجمهورية عبد المجلس تبون التي وجهها الأمة مساء هذا اليوم كان الشق الخارجي أيضا بارزا في هذه الكلمة حديث حول التسوية في ليبيا والانتخابات المنتظرة شهر ديسمبر المقبل حديث عن القضية الفلسطينية القضية الصحراوية وحتى قضايا في الدول الساحل طبعا نعد الترحيب بضيفي الكريمين دكتور العيد زغلامي وسلم الإعلام جماعة الجزائر والدكتور عامر خيلة العضو السابق في المجلس الدستوري أهلا بك دكتور إذن فلسطين والصحراء الغربية من ثوابت ولا حديث عنها ولا تزهجح لا حديث ليس باليوم والسيد الرئيس الجمهورية لم يأتي بالجديد فيها سيد الرئيس الجمهورية أضاف كلمة مقدسة بالنسبة لفلسطين لا لا التزم التزم بما هو معتاد وما هو معروف وما هو من المبادئ السياسة الخارجية الجزائرية مناصرة قضايا التحرر قضايا صفيت الاستعمار وقضايا الشعوب التي تبحث عن تقرير مصيرها ولنا مثالين الآن الساحة العربية عندنا الساحة الفلسطينية اللي عرفت مناورات عديدة للأسف من دول قربة في السنتين الأخيرتين في السابة الفلسطينية سنتين الأخيرتين القضية الفلسطينية وهدنا القضية الليبية قضية الليبية حتى وإن كان شأن داخلي لكن الجزائر تعد دولة معنية وكانت عندها مسائي كبيرة ومسائي تمت مباركتها من بعض الفرقاء للنزاعات الليبية والجزائر أبدأ ترتياحها لما توصل على لسان سيد رئيس الجمهورية لما وصل إلى الفرقاء الليبيين من تقارب ومن تفاهم ومن خطة عمل لممكن من نهاية السنة الجارية يمكننا القلوب أنه تصبح الأزمة الليبية من التاريخ وأعادت تذكير ربما بمواقف الجزائرية يعني أن الجزائر لا تميل إلى أي طرف وأن الحل هو ليبي ليبي وكأنه قال يقول الجميع يعني القوى الليبية التي كانت متناحرة في الداخل والقوى التي تؤجج هذا التناحر من الخارج ذهبتم بعيدا لكنكم عدتم إلى ما كانت تنادي به الجزائر هذا الموقف من الدبلوماسية الجزائرية ومن الخارجية الجزائرية ومن المسؤول الجزائرية الأول هي موقف قديم ثابت موقف ثابت وهذا هو الموقف الذي أججع علينا بعض القوى سواء في بيئتنا الجغرافية الإفريقية والعربية أو على المستوى الأوروبي والعالمي لماذا؟ لأن الجزائر كانت ترافع لصالح القول أترك كل شأن ليبي 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 وهو اللي انتصر في النهاية رغم محاولات محاولات الحيل ولا دون سيادة هذا النهج دكتور زغلامي المواقف التاريخية بخصوص القضايا الدولية دكتور زغلامي القضية الليبية الحل الليبي القضية الفلسطينية وأيضا القضية الصحراوية وقضية الساحل يعني التأكيد على ما كان مؤكد سابقا حقيقة هذه مواقف ثابتة ومبدأية في السياسة الخارجية ولكن خليني نقول بعض الملاحظات مؤخرا تم ما يعادت الاعتبار إلى ما يسمى بالسيموك وهي قيادة الأركان بين الجزائر مالي نيجر وموريطانيا ولكن طبيعة الحال إعادت لعله وعشاء التنشيط أو النشاط الدبلوماء عفوا العسكري على أرض الميدان ولكن لابد أن لا ننسى بأن منطقة الساحل قابلة على تحولات وفيها تحركات ومناورات لأن في الوقت اللي كان فيها اجتماع السيموك يومين بعد كان فيها اجتماع القمة على مستوى تشاد نجامينا عاصمة تشاد وكان فيها خمس دول الساحل وكان فيها الرئيس الفرنسي وكان فيها كذلك الوزير الأول للمملكة المغربية فإذن هناك مناورات كثيرة وكبيرة وهذا يثير يثير كثير من القلق لأن الآن مدى وقع المنطقة الساحل ليست فقط هذه الدول المجاورة لأن نتكلم على خليج غينيا غولف غولف غينيا خليج غينيا وهنا كذلك فيها الطوق وفيها دول أخرى هنا نقولها بكل مرارة وأنا تبعت الملف أن الجزائر لم تقدم أي مترشح للجال في الاتحاد الإفريقي هذا لن يقال لم تقدم ونظن بعض التحليلات أو قالت بأننا نستعين بأصدقائنا في الاتحاد ولكن الأصدقاء لم يفوزوا فنظن هنا يعادة القضية ليست قضية محلية لأن الآن فيها أصبحت مناورات على مستوى نبقى ربما في القضية الليبية شاهدنا ارتياح من الرئيس حول تقدم هذا الملف خصوصا أنه القيادة الجديدة التي من مهامها تحضر الانتخابات يعني القنبلة الليبية كانت مؤرقة كثير لنا ارتياح لسبب واحد أن المساحة أو المسافة بين الحدود هي حوالي 980 كيلومتر فبديهي أننا هاجس أمني بامتياز عندنا في المنطقة ما يحدى على منطقات الصحرى الغربية ثم هشاشة على مالي نيجر زيد عندك ليبيا إذن فالأمور وأكثر من هذا فلهذا مهم جدا أنه لما الأمور تحل على مستوى الليبي فهذا يعني نقص كما قال لك اتناحية شوية نعمل المشكلة ولكن في جميع الحالات من دول تدخلت دول ليس معنية لا جغرافيين ولكن تدخلت ننتظر لعلى وعسى هذه تكون فرصة سانحة لإخواننا الليبيين أنهم يتداركوا الأمر وأننا ستكون فيها انتخابات قبل ديسمبر 2021 في جميع الحالات لما يقوم بإطفاء نار في منطقة معانية يهمون بغض نظر على أرباح الدبلوماسية لبعضها وبعض الأخر ولكن يبقى أن نبقى على يعني يقضى لأن الأمور تبقى قد تفلت بين عشيت وآرح طبعا ولكن الشيء اللي أحب تنظيفه فقط هو أن لابد أن هذه الأمور وهذه الغلايان بين حدودنا يأتي من خلال تحصين الجبهة الداخلية هذا هو الأساس الرئيس ربما حتى نختم بجملة قالها الرئيس في نهاية الكلمة قال إن شاء الله ستكون فيه قرارات أخرى ماذا تتوقع دكتور خيلة مثلا أي نوع بالنسبة للشأن الداخلي طبعا بالنسبة للشأن الداخلي لا هو يتكلم على ورشات تكلم على ورشات وقرارات أخرى معناها إجراءات عملية لمعالجة العديد من القضايا المطرحة خصوصا أنه ربما تماشي مختلف المؤسسات مع الدستور الجديد هذا أيضا لا 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 لدسترة المؤسسات القائمة لأن عدنا دستور دستور وضع أسس هي الأسس تابتة ولكن الآن أحدد أطر أخرى عدنا المحكمة الدستورية لا بد من التفكير في إنشائها عدنا مؤسسات اللي أنتجها ولذلك مثلا المجلس الأعلى للشباب هذا كذلك من الأجراءات تحدثها عن كل المؤسستين عن المجلس الدستوري قالك سيتحول إلى محكمة دستورية هو يقول يتحول ولكن هي في الحق بمجرد ما يتصب المحكمة الدستورية يدخل المجلس الدستورية في حيث الحل يعني ما الآن المجلس الدستورية يبقى يشتغل إلى حين تنصيب مجلس المحكمة الدستورية دكرة تغدامي تكلم رأس المهورية على قضية المجتمع المدني وهنا مرة أخرى أقول بكل موضوعية نثمن دور المجتمع المدني يكمل للنشاط ولكن خلي طبقة سياسية خلي الأحزاب تنشط في مجالها وخلي المجتمع المدني في مجاله ولكن هو مكمل للعمل ويكون فيها تلاحم بين المؤسسات الدولة بين طبقة سياسية لأن المجتمع المدني هو المحرك هو الموجود على أرضية الواقعة طبعا كلمة الرئيس عندي أضافة هنا هو فعلا الشرياثر والزميل السيد رئيس الجمهورية كانت تكلم عن المجتمع المدني ووجوب مساهمته ولكن المجتمع المدني هذا خلوه في إطاره المجتمع المدني العمل السياسي له الطبقة السياسية إذا كان الآن ما نديروش قانون أحزاب سياسية وبعد يدخل المجتمع المدني المجتمع المدني هذا يدخل انتخابات في حركة جمعوية ربما انتهى الوقت في هذه الحصة لكن لا يزال ربما الحديث كثير وكثير سنتحدث حول حل البرلمان وستبدأ الحمل انتخابي البرلمان قبل هذا 48 ساعة ونشوف التعديلات راح تكون على الحكومة وقضايا أخرى إن شاء الله أشكركم جزيلا شكر الدكتور عمر الخير العضو السابق في المجلس الدستوري المحل الذي سيحل الذي سيحل إن شاء الله وأيضا معنا الدكتور العيد زغلامي أسد الإعلام بكلية الجزائر التي إن شاء الله لا تحل شكرا جزيلا شكر ضيوفي الكرام كما أشكركم مشاهدين الكرام المتابعة ألقاكم بخير سلام الله عليكم